اهلا بحضراتكم مرة تانية فتواصلت انا مع تريزيجي وطمنت عليه بشكل كبير جدا هو الفترة الحالية ابتدى خلاص تدريبات الكرة هي في اطار البرنامج التأهيلي الخاص به التدريبات ابتدت مع نص الشهر اللي احنا فيه ده شهر 9 حيفضل في المرحلة دي لحد امتى؟ لحد 1 فبراير او لحد اول كم يوم كده في شهر فبراير اللي هو شهر 11 لما يجي شهر 11 وقوائل شهر 11 تريزيجي يقدر يشارك فيه او عفوا شهر نوفمبر انا ايسف انا قلت فبراير احنا في شهر 9 فعشر او 11 اللي هو شهر نوفمبر يبتدي تريزيجي يشارك فيه التدريبات الجماعية مع الفريق مع بدايات شهر نوفمبر عشان يبقى تمهيد ومرحلة اخرى هتاخد وقت شوية لحد ما يشارك فيه المباريات الرسمية مع أسطن فيلا مرة تانية بالتالي تريزيجي لحد اخر السنة دي لحد اخر 2021 لغاية شهر 12 وبداية شهر 1 حيبقى صعب يشارك فيه المباريات الرسمية لكن ربما يكون فيه بعض المباريات الودية كلام مندي يشارك فيها برنامج تأهيلي خاص بيه بالتنصيق مع الجهاز الطب هناك في أسطن فيلا لكن اللي همنا احنا كماصرين ايه في القصة دي كلها؟ هي فرص لحق تريزيجي بيه بطولة الأمم الأفريقية اللي هتكون في شهر واحد في الكاميرون بإذن الله تعالى فرص تريزيجي ايه؟ فيه صعوبة شوية فيه صعوبة شوية ان تريزيجي يلحق ده تبقى بقى للبرنامج الموضوع له والتأهيل والمرحلة العلاجية وكل هذي الأمور هيبقى صعب ان تريزيجي يلحق شوية بطولة الأمم الأفريقية لكن تظل الفرص قائمة على حسب تطور الحالة وعلى حسب تطور المراحل العلاجية عند تريزيجي رغم ان احنا عارفين الصليبي دلوقتي يعني بقى المتعرف عليه ان هو ياخد تسع شهور يعني فهنشوف ايه اللي هيحصل لكن نسب لحقه بطولة الأمم الأفريقية هتكون صعبة لكن هو لعيب مهم جدا نتمنى له كل التوفيق من دبني كان الـ